اهلا اهلا صديق. اهلا اهلا صديق. اهلا اهلا صديق. صديق الجميع للعسف. بس 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 بس. بس. قالنا سمسين وقفة. تقولوا لاس ما نيجي استعمل. طبعا النهاردة الشيكرة بيصير ايه? والكيس ده في ايه? كيس ده فيه سمكة الرنجة اللي هي الاسمكة المملاحة اللي غضبت بها النهاردة. وضبت بيضة. بيضة واحدة. ليش اشتريت بيضة واحدة? برغم ان احنا عادلنا بيضة كتير عالصد. الفيديو النهاردة فيديو باميل جدا مزرق كتا. تابعوا الفيديو من حين. ج Razoqocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ وعند الرحمن بتروح الملسف فليكسي بيطلع في البيت كل. طبعا اليكسي هم تحبس دلوقتي عزيزي. لان خلاص دلوقتي انتهى الافتلسي. تعال يا سباسي. تعال افلع يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاز اقول لكم ان سر من اسرار قوة مناعة الثيور اللي عندي والحيوانات اللي عندي الحمد لله رب العالمين. يعني عاوز اقول لكم انا بقالي يعني مش عاوز انا عاوز بس نقوله ايه بسم الله ما شاء الله الاول. عاوز اولكم ان انا بقالي فترة طهولة جدا. التول بتاعتي لم تصب بقى ايه امراض. وان كان في فترة اه الفتر الفات الدية بسبب غلال اعلاف. انا فعلا ما اثر مع الحياة بتاع. ولكن انه هدأ انا معي نباتات. انا جبتها من حديقة الملسف. طبعا هم بينظفوا الجنيبة. وبيعتبروها نباتات ايه? بيسمون نباتات برية. النباتات برية دي بتسبب ان النباتات الاصلية اللي نباتة المزيرة والازهار بتبقى ضعيفة. فانا طبعا النباتات دي ليها فترة مخزاية عالية جدا. بالاضافة لمحتوىها البروتيني والفادرات. بتحتوى على كمية كبيرة جدا من الفيتاميات واملاح المعدنة. انا من الاهم الطيورة عندي اللي بتحب الخضار. تحب الخضار الكتير اوي. هو الروم. كبعا. عاوز اواريبكم فرخطة. بالخضار شكلها ايه. انت بتحب الخضار كبعا. انت طبعا بتمت في الخضار. كلبي بتحب الخضار. هاتهم يا امي اللي بيحبوا الله. خايفين منك. خايفين منك عشان او ما هاشفتك. طب تعالي من بعيد وصورتك. زي ما هم كده. طبعا الاحيونات دي بتبقى حساسة جدا. بتبقى خايفة اوي من اللي بيصورها يكون انسان غالب امني اللي بتصورها النهاردة. تعالي يا امي اللي بتحكيلك ده عالتركيز. ابعيد انت بقى عشان هما خايفين منك. ابعيد يا حبيبتي. زي ما انتم عارفين طبعا الدواجة بتبقى عارفة صاحبها. وبتبقى متعودة عليه. اي حد غريب بتخاف منه منها ما بتطلعش صوت حكتير. بيبقوا خايفين منها جام. يلا يا حبيب تعالي كاملية اصفور. بقوا خايفت في حبيب تعالى أكثر. اmt ر instal se يستخدم تحانج رائحان. بسم الله مشاء الله بسم الله مشاء الله ركس بيأكل الخضار انا مشعاف ركس خضار ان انت بتأكله ده واسه ما سيمه بيسند ده وفره في السنة دي قطع فقطع وانت وحنا تقطع وانحنا نسلط ما بيحب ليش بيكرهني مش عارف ليه انت بتكرهني ليه ولا بسم الله مشاء الله على الارانة بتاعتي بان انت عازني عازة تشدرولي هنفطوا الجده بتاعتني هنا كده هبدا تبت بط تبت بط تبت بط بسم الله مشاء الله 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 ومتعالو كنبص على بدء الفراخ بالمرة انت عاوز يا عاز الكيس لا بسم الله بسم الله ديش بسم الله بента ببدء الفراخ تبقى عندنا بيضة فرخة وبيضة رومي وبيضة البط ببت يعني بقى له فترة طويلة ما مش هو بقى له فترة بيقول لي انا ما مش لاقي كتاكيد سمان صغير. في الحقيقة انا عاوز كتاكيد سمارة الصغيرة عمري يوم اللي هي انا باشتراها كل مرة عاملين دوشة. عشان بيزن الله نرجع عن ربي الطائر الجميل ده تاني من اول وجده. طيب. هنا عندينا تلات انواع من البيضة اول زي ما شايفين. كده ناقصنا بس بيض السمان وانا اشتريت بيضة. اللي هي بيضة المفارخ العادية. يا سلاي. لا يا ربي. طبعا عشان اللي بيتسورنا النهاردة. امنية الاختة امنية طبعا هي اللي بتسورنا النهاردة فطبعا لازم انتلاقي القطط اكتر من انا شخصيا في الفيديو. ده شيء طبيعي جدا يعني انا دول حبايبها وعيالها وحبايبها. برضو القطط ده انا 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 اتصار قطط كتير. عيالهم. عملاهم عيالة هتحب تصورهم كتير. زي ما قلنا هنسلق البيض ده هسلقه. طبعا الناس يعني معظم متابعي القناة بيتكلموني عن بيض الرومي وبيض البط بقولولي يا ابو عبد الرحمن هل بيض الرومي وبيض البط بيتكنهم. اقول لكم بيض البط. كل نوع من انواع البط. البط بتاعه طعمه يختلف عن النوع التاني. عندنا البط السوداني الاصلي المصري النقي. لون الاشرة لونها اخضر. طعم البيض نفسه فيه نوع من انواع الزفارة وغير مستسار. انما البط اللي طعمه مميز جدا. طعمه جميل جدا. بالنسبة بقى للرومي اقيم واكتر واغلى نوع من انواع البيض في كل انواع الدواجن هو بيض الدجاج الرومي. على قيمة غزائية عالية جدا. طبعا بيض الفراخ الفلاحي انا عارف ان كتير جدا من متابع القناة بيستلزوا بطعم الدجاج الفلاحي وبيضه. وطعم الدجاج الفلاحي المميز بسبب نوع التخزين. مش بسبب نوع الدجاج نفسه. ولكن بسبب نوع التخزين. دعالوا مع بعض نسلو البيض بتاعنا. ونقرنوا بينه وما بين البيضة اللي انا شاريها من برة اللي هي البيض المفارخ العادية. يلا بنزي بتاعه. ام عبدالرحمن بتجهز الغداء. وجبت لها سمكة الرنجة. وبتعمل لنا كمان اه بتعمل يا موما كشر تاعه. كشر يا. كشر اللي هو الرز الابيض محطوط له عدس. احنا بنزود القيمة الغزوية والوروز الابيض باضافة العدس الاسود. ونشوفهم البدة بعد ما يتسلأ. شكله وطعمه. حاول اوصف لكم الطعم ومنتهى الضقة. بس قبل مما اشتعان جبوش وقت خدر يوم 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 معلش يلا بالمرة. بس بس لهم هنا كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تعال. بسم الله ما شاء الله. ساموا الله كده. انا عازك تبدعي في تصوير اللاطة دي او من يالله او انا بشيل الجدر من اللي هو هتلي جدر الليفت ده كده. جدر الفجل. شايفين الجدرة ده? بسم الله ما شاء الله. بتقطر. مش مشكلة هتلعه. هجيب الجروف يا مونة واجه هتلعها. ستسوم. هتلعها لازم نتلعها. القوة الوصابة التربة. نغضو كمان واحد. بسم الله الرحمن الرحي. ما صالح سلين. اظن يا مونة انت خبيري عن دول يكفوا سلطة. هم. تمام يكفوا السلطة. قطت بس الجروف ده هنا هوا. ويلا بنا نعمل السلطة بتاعتنا. ويلا بنا ناكل سمكة الرنجة. ونشوفوا البودة المسلوء بتاعنا. وطعمه مميز. يلا بنا مع بعض. يلا بنا تصور الوصابة. حبايبها وعيالها. يا سلام عالدلع. يا ولد. والتاني وراكا. حلا ده بيتدلع روك. يا سلام. يا ولد. يا ولد. يا ولد. يا ولد. يا ولد. كفية كده وقطة. طبعا امو عبد الرحمن حدث بيقول لنا بيض البطة وبيض الفرخة. الفراخ الفلاحة وبيض الرومي. اه مع البيضة اللي انا اشتريتها اللي هي في النص دي. دي البيضة اللي انا اشتريتها بالسوق. وهنشوف الفرق بينه. وده الرز اللي قلتلكو عليه اللي هو الرز الابيض بنحطوله عدس عشان نزود الخيمة الغزائية وندفع بيت البروتين فيه. وطبع احنا حرصين دايما ان احنا ندي للدواجة بتاعتنا البروتين الحيوان اللي بيحتاجوه. فامو عبد الرحمن ربنا يبرك لها رب ويجزايا خير. انا جيت من مدرسة لقيتها بتصلولي سمك للقطط الجميلة بتاعتها والكمال للدواجة بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحمن. هنبدأ ببيض البط زي ما تشايفين طبعا لون القشرة مختلف تماما. يعني تشايفين كده عبد الرحمن تعالى عبد الرحمن ابن لو كسرها. القلوانات لا اكبر يا عبد وشغل خلاش. طبعا الناس اللي بتشوف بيض البط اول مرة وبيض الرومي ودي بيض الكلتين انت عارفين ودي بيض الفلاحين شايفين القلوان مختلفة. وكل نوع من انواع البيض ليه شكل مميز. وكمان الطعم مميز مش كله طعم واحد. الاول معنا بيض الدجاج الرومي. ناخده بط البط. ناخده بيض الصفار مختلف. بعد كده بيض الفراخ الفلاحي. وبعد كده بيض الكراتيق العادي. الاول عبد الرحمن يركز لنا على هنا الصفار. واختلاف الالوان. ولاحظوا هنا في بيض الفراخ الفلاحي شايفين الطبقة دية. في اللون هنا عامل ازاي. وذكرتين. سمسي ما عوز اكل البط. سمسي ما عوز اكل البط. بس يا سماسيم. عوز بيضة. احطي لك بيضة. استاني عزب. عزبري يا سيدي. احو احو. معنا واكل. معنا واكل وشا معنا. نرجع ثاني لموضوعنا. انا عاوز بس يعني اقول لكم. الاول بيض الكراتيق زي ما تشايفين كده. لون الصفار فاتح جدا. حجم البيضة كبير. اكبر من البيض الفلاحي. البيض الفلاحي زي ما شايفين حجم البيضة صغير. ولكن. الصفار له نوع اغمأ. وعندنا بيض البط. اعزلكم بيض البط. يختلف تماما بس يا سمسل. كله انت ساكن. عن بيض الروم. دلوقتي هندوق الطعام. طبعا الناس كلها عارفة بيض الكراتين. ما فيش مشكلة فيه. تعال بيشوفوا بيض البط. طبعا بالنسبة للبيض. يعني انا اعتقد ما فيش اي اختلاف. بالنسبة للبيض كله انا اعتقد يعني التعم واحد. يعني انا جربت بيض البط. اعزلكم بيض البط. الرومي. الفراخ. اسواقهم بلا منازع بيض الكراتين. اول ما كانت البياض اتفتت في جوء. لكن البيض اللي انا عندي في البيض هنا سواء كان رومي سواء كان بط. متماسك. قطعية حتى القطعية بينه. متماسك. انا بقى. اكله. لا بيتفتت. في حال التفتت كله. تعالوا بقى البياض. بيض البط بقى هو المختلف تماما. بيض البط المختلف. السفارة بتعمل القلق. انت اعمل القلق. انت اعمل القلق. لا. طعم بيض الرومي. يعني اوز اقول لك ايه. خيال. يعني احسن احسن واحد به هو بيض الرومي. بيض الرومي طعمه خيالي. ام. 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 جميل او. تعمه خريق. تعمه جميل بشكل خرافي. انت اعمل قلق. اسكوت يا سمسي. خد 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 واحدة على فوخة. كده فاضل بيض الفلاحي بتاعنا. بتاع البيت اللي بيأكل خضر اورجاني. لا. طبعا بيض الكارتين مش هادوه اصلي. اما بحبوش. انا حدل سمسي. خد يا سماسيمو. سماسيمو. خد هيص. سمسي معادي يتغدى عندنا. اه. برغم لوكله شبعاء. انا عزل لكم بيض الدجاج الرومي حقيقة سوى كان البيض سوى السفار له طعم مميز جدا وعشان كده سعره غري جدا في السوق مش موجود اصلا. لعنى نادر ان حد يلاقي بيض رومي يشتريه. طبعا هنيئا اللي بيرابط بيوتهم بيض طعمه مميز جدا جدا. بيض البط اللي هو البط اللي عند الخليط المسكوفي مع السوداني فعلا طعمه مميز جدا. بدعوكم لتربية جميع انواع الدواجي. لتزوق اجود انواع البيض في العالم البيض البيض الاورجانيك الطبيعي. وعاوزين بقى كل البيوت تنتج وكل البيوت ترجع تنتج البيوت ثاني. وحنشوفهم اسعار البيض اللي حصل لها في السوق اللي احنا لجعنا الانتاج. الرومي البلدي بيبيت بغزارة. الروم البلدي بيبيت بغزارة. والبط كمان بيبيت كويس جدا. وفي انواع من البط مخصصة الانتاج البيض. يعني عندنا البط البكيلي او البط الابيض انتاجه من البيض ممتاز جدا. نحافظ على انواع بتاعتنا. نهتم بالتغذية. كان احد متابع القناة المحترمين كتب لي تعليقه يا ابو عبد الرحمن. الفرح عندي بقى لها سنة ما بتبتش. انقطاع من البيض ده سببه الرئيسي هو التخزيع الغير جيدة. لان الدجاجة عشان تنتج البيضة ديت. درش البيض لابيض ديت. البيضة ديت. محتوها البروتيني عالي جدا. محتوى كبير جدا من الفيتامينات. محتوى كبير جدا من الكالسام. لازم ان الدجاجة تاخد محتوى بروتيني عالي. ويكون في هذا البروتين نسبة من البروتيني الحيواني. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان تكونوا استمتعتوا به. واستنونا بكرة بازن الله. لان احنا بازن الله بكرة هنعمل لكم فيديو قوي جدا. مميز جدا. بازن الله من اقوى الفيديوهات اللي هتنزل في القناة. بازن الله رب العالمين انتظرونا غدا الساعة ستة. بالتوقيت مصر في فيديو مميز وقوي جدا. ونوعية مختلفة من الوديوهات. يمكن اول مرة تبس في القناة. وما تنسوناش ابدا في نهاية الفيديو من لايك واشتراك في قناة عزر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.